قلق بريطاني وآخر فرنسي حيال أنشطة إيران الصاروخية في اليمن القلق البريطاني عبر عنه وزير الخارجية بوريس جونسون الذي اعتبر ما أشار إليه تقرير فريق الخبراء بشأن دخول صواريخ إيرانية وغيرها من المعدات العسكرية إلى اليمن بعد فرض حضر الأسلحة تأكيداً للمخاوف الدولية بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة الوزير جونسون دعا إيران إلى وقف نشاطها الذي يهدد بتصعيد الصراع ويهدد كذلك جهود دعم الحل السياسي للصراع في اليمن ودعا كذلك كافة أطراف الصراع للاتزام تماماً بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الخارجية الفرنسية أكدت من جانبها وفي تصريح مقتضب قلق باريس بشأن برنامج الصواريخ الباريسية الإيراني وأنشطات طهران في المنطقة وأشارت في هذا الخصوص إلى دعم إيران للحوثيين في اليمن الموقفان البريطاني والفرنسي بدوان أقل حدة من تصريحات الجانب الأمريكي الذي شدد على لسان المندوبة الدائمة لواشنطن لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي على أن الوقت حان لكي يتحرك مجلس الأمر ضد إيران بعد نشر تقرير فرق الخبراء الدوليين بشأن اليمن هايلي أشارت في بيان لها صدر بعد نشر التقرير مباشرة إلى أن هذا التقرير يؤكد ما تقوله واشنطن منذ أشهر وهو إن إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي انتهاك لقرارة مجلس الأمن مواقف تعكس بحسب المراقبين اهتمامات القوى الدولية الكبرى حيال ما يخصها من تداعية الحرب التي تعصف باليمن حيث تكمن التهديدات التي تطال الدولة اليمنية بنظر هؤلاء المراقبين في الاجراءات التي تستهدف بشكل مباشر تقوض سلطة الدولة اليمنية حيث تعتبر ميليشيا الحوث الانقلابي المدعومة من إيران جزء من هذه التهديدات التي يكمن معظمها في الأهداف الخطيرة للتحالف العربي